بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدس الثاني والعشفون وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زال الكلام مع قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وسبق أول الكلام على معنى هذه الآية الكريمة فهي آية عظيمة تدل على فضل الدعاء دعاء كل العباد بحاجة إلى الدعاء إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطرة إلى دعاء ويكشف السوء الله جل وعلا أمرنا بدعائه وجعل الدعاء هو العبادة لأنه أعظم أنواع العبادة فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الدعاء عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء عبادة فقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة كما أن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء دينا فقال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدعاء فلابد من الإخلاص في الدعاء تقدم بيان شيء من أسباب الإجابة إجابة الدعاء ومنها من أسباب إجابة الدعاء بل هو أعظمها الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد فالمشرك لا يستجاب له دعاء الذي يدعو الله ويدعو غيره لا يستجيب الله دعاءه إلا عند الضرورة عند الضرورة لأن المشرك عند الضرورة يخلص المشرك عند الضرورة يخلص وينسى معبوداته الأخرى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أخبر سبحانه أن المشركين في حالة الضرورة إذا أشرفوا على الهلاك عرفوا أنه لا ينجي من الضرر ولا ينجي من الخطر إلا الله وأن الأصنام والمعبودات الأخرى لا تنجي لا تنجي من الضرر ولذلك يلجعون إلى الله أي دعونه مخلصين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين مخلصين له الدين فسبب إجابة الله لدعاء المشركين في حالة الضرورة أنهم يخلصون يخلصون الدعاء في هذه الحالة وينسون معبوداتهم إذن هذا دليل على أن الإخلاص في الدعاء سبب للإجابة حتى من المشرك فكيف فكيف بالمؤمن إذا أخلص الدعاء لله وهو مؤمن فهذا يستجاب دعاؤه أما الذي يدعو الله ويدعو غيره فهذا لا يستجيب الله دعاءه كما أنه لا يتقبل جميع أعماله الله لا يتقبل أعمال المشركين التي يتقربون بها إليه لأنهم لم يخلصوا لله العبادة الله جل وعلا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم شوف سمى الدعاء عبادة أيضا وكانوا بعبادتهم أي بدعائهم كافرين فالذين يدعون الأموات الآن يستغيثون بالقبور ويستنجدون بالأضرحة هؤلاء مشركون لا يستجاب لهم دعاء وإن حصل لهم شيء من قضاء حاجاتهم فإنما هو ابتلاء وامتحان إنما هو ابتلاء وامتحان واستدراج لهم نسأل الله العافية يجب الخلاص الدعاء لله وجميع أنواع العبادات ولا يدعى مع الله لا يدعى مع الله غيره لا يدعى الأولياء ولا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين الدعاء عبادة بل هو أعظم أنواع العبادة فلا يكون إلا لله جل وعلا فمن دعى غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة كيف إذا ذبح له إذا ذبح لغير الله إذا نذر لغير الله إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كل هذه أنواع من الشرك لا يجوز للمسلم لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله عز وجل لأي حال من الأحوال الله قريب مجيب الله غني كريم الله عنده كل ما تريد من حاجاتك ومن مطلوباتك الله قريب مجيب يسمع دعاءك ألماذا تلجأ إلى غيره لماذا تلجأ إلى القبور إلى الأغرحة إلى الأولياء والصالحين إلى الأسجار والأحجار لماذا إلا أن الشيطان استحوذ على كثير من الناس فزين لهم دعاء غير الله عز وجل وقلد بعضهم بعضا وعاشوا على هذه الأمور وطبع الله على قلوبهم فصاروا لا يستجيبون للقرآن ولا يسمعون القرآن سماع قبول ولا يتدبرون القرآن إنما يقرؤونه على ألسنتهم وأما العمل فهو بغير القرآن هذه هي الأسباب التي رانت على قلوب كثير من الأمة فصاروا يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ومن العجيب أن المشركين الأولين إنما يشركون في حالة الرخاء أما في حالة الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله أما أهل هذا الزمان المنتسبون إلى الإسلام فشركهم دائم في الرخاء والشدة بل إنهم إذا اشتد بهم الأمر زاد شركهم ودعاءهم لغير الله إذا وقعوا في الخطر ينادون الأموات وينادون الأولياء والصالحين المشركون الأولون ما كانوا يعملون هذا فدل على أن شرك هؤلاء أغلظ من شرك الأولين ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن أين من يتدبر أين من يعقل أين من يفهم القرآن أين من يفهم ما خلق له الله جل وعلا خلقك لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكيف تعبد غير الله ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا من هو ضعيف مثلك أو أضعف منك لكن العقول والتقليد الأعمى هو الذي ران على عقولي كثير من الناس والعياذ بالله كذلك من أسباب قبول الدعاء التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فادعوه بها فتقول يا رحمن ارحمني يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وتدعوه بها ولا تتوسل إليه بغير أسمائه وصفاته وما شرع الله توسل به الله شرع لنا التوسل بأسمائه وصفاته فندعوه بأسمائه وصفاته كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين توسل إلى الله لأنه أرحم الراحمين فرحمه الله وشفاه شفاه من مرضه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر لما دع الله توسل إليه لأنه أرحم الراحمين كشف الله ما به من الضر وذنون عليه السلام يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت لما التقمه الحوت ودخل ودخل الحوت في البحر وصار يونس عليه السلام في الظلمات في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت نادى ربه وتوسل إليه وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين توسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت وتوسل إلى الله بتسبيحه سبحانك والتسبيح معناه التنزيح وتوسل إلى الله باعترافه بذنبه إني كنت من الظالمين اعترف بذنبه فكانت النتيجة أن الله استجاب له ونجاه من الظلمات وقصته مذكورة في مواضع من القرآن للعبرة والاتعاض بها آدم وحوى عليهما السلام لما وقع في الذنب توسل إلى الله عز وجل بأن اعترف بذنبهما وطلب من الله المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين توسل إلى الله اعترافهما بالذنب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا توسل إلى الله بالمغفرة بمغفرة الله عز وجل لنكونن من الخاسرين وكذلك الأنبياء يتوسلون إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فالتوسل المشروع التوسل المشروع أنواع النوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى النوع الثاني التوسل إلى الله بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك هذا توحيد النوع الثالث التوسل إلى الله بالاعتراف بالفقر والحاجة والمرض فتذكر حاجتك تذكر حاجتك في دعائك هذا من التوسل إلى الله الاعتراف بالفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى هذا نوع من التوسل وكذلك التوسل إلى الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذه أنواع التوسل الجائزة في الدعاء المشروعة لنا أما التوسل المبتدع المخترع الذي ما أنزل الله به من سلطان فهو التوسل بالأشخاص توسل بالأولياء والصالحين والصالحين توسل بالأشخاص بأن تجعل بينك وبين الله واسطة تتوسل به إلى الله هذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى الله لم يشرع لنا أن نجعل بيننا وبينه واسطة في الدعاء وإنما أمرنا بدعائه مباشرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان التوسل إلى الله بالوسائل المبتدعة توسل بالجاه جاه الرسول أو التوسل بالشخص أو بالعباد كل هذا توسل ممنوع ومنه ما هو شرك ومنه ما هو بدعة وموصل إلى الشرك وسيلة إلى الشرك فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور وأن يأخذ دينه أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة ولا يأخذ دينه بالتقليد الأعمى ومن أقوال الناس والمخرفين وأهل الضلال يترك هذه الأمور ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون على طريق بين واضح من دينه وحتى يستجاب دعاؤه وكذلك من أسباب قبول الدعاء أن الإنسان يجزم بالدعاء ولا يتردد يجزم بأن الله سبحانه غني كريم ولا يكون عنده فتور وعنده تردد هل يستجاب لها أو لا يستجاب هذا أمر لا يجوز ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اعزم فإن الله قريب مجيب وقد جاء في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لا يعلق الدعاء بالمشيئة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يقول اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت قال صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له وفي رواية فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه فادعوا الله بالجزم واليقين ولا تقول إن شئت هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يدل على أحد أمرين إما أنك تظن أنك تكره الله تقول له إن شئت ما هو بلازم كان هذا يشق عليك هذا معناه إن كان هذا يشق عليك فلا تستجب لي هذا معناه إذا قلت إن شئت معناه تخاطب الله وتقول أنا من أملز من عليك إن شئت اغفر لي وما شئت لا تغفر لي هذا معناه هذا يقوله مسلم لا قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ولا تقول إن شئت لا تقول إن شئت لأن هذا يدل على أمرين الأمر الأول أنك تعتقد أن الله يكره دعائك أو أنه يثقل عليه إجابتك والأمر الثاني أن هذا يدل على فتورك تقول إن حصل لي إن حصل لي الإجابة ولا ما هو بلازم هذا معنى عندك فتور في الطلب هذا لا يستجاب دعاءه فعلى المسلم أن يدعو الله عازما وجازما ولا يعلق ذلك بالمشيئة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت بل يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم اعطني كذا وكذا الله غني كريم سبحانه وتعالى كذلك من أسباب الدعاء تحري أوقات الإجابة تحري أوقات الإجابة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له استيقظ في آخر الليل صل تهجد وادعو الله عز وجل وهذا وقت الإجابة لا تنام آخر الليل إذا كنت تريد لنفسك الخير والنجاة فلا تغفل عن الله سبحانه وتعالى نم أول الليل نم أول الليل فإذا جاء آخر الليل فقم في وقت السحر والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وتقوم من الليل خصوصا من آخر الليل الثلث الأخير تصلي وتتهجد وتوتر ثم تدعو الله عز وجل وتستغفر ثم تصلي صلاة الفجر خير مع خير متواصل أما هل ينام آخر الليل وربما لا يقوم لصلاة الفجر حرم نفسه من هذه الساعة العظيمة آخر الليل وحرم نفسه من صلاة الفجر فماذا تكون حال هذا الشخص نسأل الله الهداية لنا وللمسلمين الله يفتح لك الأبواب وأنت تغلقها عن نفسك هذا ليس من فعل أهل الإيمان وأهل أهل العقل واليقين فمن أسباب الإجابة أن تتحرى أوقات الإجابة في الأسحار تحرى أوقات الإجابة في يوم الجمعة فإن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه يوم الجمعة يوم عظيم فيه صلاة الجمعة وفيه ساعة الإجابة أخفاها الله في هذا اليوم من أجل أن تجتهد في الدعاء في سائر اليوم حتى تصادف هذه الساعة وكذلك في ليلة القدر ليلة القدر وقت لإجابة الدعاء وليلة القدر أخفاها الله في رمضان من أجل أن تجتهد في كل الشهر الدعاء والصلاة والعبادة حتى تستكمل وقيام الليل قيام ليالي رمضان مع الإمام مع المسلمين حتى تستكمل فضائل هذا الشهر ولا تخصص ليلة واحدة أو ليالي من رمضان وتترك البقية ربما تكون ليلة القدر في الأيام التي تركتها فإذا اجتهدت في كل الشهر من أوله إلى آخره الصلاة والدعاء والعبادة فلابد أن تكون صادفت ليلة القدر ومعها زيادة بقية الشهر كله من أوله إلى آخره أدركت ليلة القدر وأدركت فضل الشهر كله هذا خير عظيم الأبواب مفتحة بين الله وبين عباده لكن العباد هم الذين يغفلون عن هذه الفرص وعن هذه الأبواب أيضا من أسباب قبول الدعاء أنك تدعو بالأدعية الشرعية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحراها تدعو بدعاء القرآن أو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأدعية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فتدعو بالدعاء الشرعي ولا تبتكر أدعية من عندك لا تبتكر أدعية من عندك بل احرص على أن تدعو بالأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أو الأدعية التي لا تخالف الكتاب والسنة لا تخالف منهج الكتاب والسنة هذا من أسباب الإجابة كذلك تتحرى الجوامع من الأدعية تتحرى الأدعية الجوامع التي تجمع لك الخير خير الدنيا والآخرة تدعو لنفسك ولوالديك ولإخوانك المسلمين تجتهد في الدعاء كل هذه أسباب إذا توفرت للمسلم ودعا الله بها فإن الله جل وعلا قريب مجيب وإنما يأتي النقص من أنفسنا ويأتي الكسل من عندنا ويأتي الحرمان منا نحن من أفعالنا فعلينا أن ننتهز هذه الفرص فرص الحياة أن ننتهز فرص الحياة وأن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نخلص الدعاء لله وأن نتحرى أوقات الإجابة أكثر من غيرها وإلا الدعاء مفتوح في كل وقت قال ربكم ادعوني أستجب لكم في كل وقت ذاب الله مفتوح الليل والنهر ولكن تحري الأوقات الفاضلة فيه زيادة رجاء لقبول الدعاء من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالتوفيق والهداية وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي وشر أنفسهم وشر أعمالهم نعوذ بالله من شر نفوسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفع صوت متى يكون الدعاء الاستخارة هل هو في السجود أو بعد التشهد أو بعد السلام من الأدعية المشروعة للمسلم دعاء الاستخارة إذا هم بأمر وتردد هل يفعله أو لا يفعله فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة فإذا سلم من الركعتين يدعو الله بالدعاء الوارد المسمى بدعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنيا وعاقبة أمري فيسره لي ورضني به وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنيا وعاجل أمري وآجله أصرفه عني وأصرفني عنه وقدر لي الخير حيثما كان هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الدعاء بعد صلاة الركعتين نعم نعم أثباكم الله يقول أخبرني أحد الإخوة أن الصلاة داخل الحجر لم يرد فيها شيء فما صحة ذلك الحجر أغلبه من الكعبة أغلبه من الكعبة الصلاة فيه صلاة في الكعبة في داخل الكعبة واللي يقول أنه ما ورد فيه شيء هذا ما يدري الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام فالصلاة النافلة صلاة النافلة لداخل الكعبة هذا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فالحجر هذا أغلبه من الكعبة ولذلك يسمى الحطيم لأنه مختطا من الكعبة لأن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة وكانوا لا يبنونها إلا بمال طيب ومال حلال فجمعوا مالا طيبا وحلالا لكنه لم يفي ببناء الكعبة كلها فقصروا عن بعضها وبنوها على هذا الوضع الذي ترونه الآن وتركوا بقيتها مما يلي الشمال فهو من الكعبة فلا تصح الفريضة فيه أما النافلة فإنها تصلى في الحجر ومن صلىها في الحجر فقد صلىها في الكعبة في داخل الكعبة نعم يقول يحدث لي في فترات أن أرى أثار المذي على ملابسي بطريقة مستمرة بطريقة مستمرة ثم لا أجده في أوقات وهذا يجعلني أحاول أن أتفحص ملابسي عند كل صلاة الأمر الذي يزعجني خاصة في الأوقات التي لا أجد فرصة لذلك فماذا علي أن أفعل وهل علي دائما أن أغسل وأتوضع هذا فيه تفصيل خروج المني الأول أن المني طاهر المني طاهر إلى أصاب الثوب إنه طاهر لا يحتاج إلى غسل إلا من باب النظافة فقط ثانيا خروج المني إن كان خرج منك وانتنايم هذا احتلام لا بد من الاقتسال وأما إن كان يخرج منك في اليقظة بدون شهوة وإنما يتسرب بدون شهوة فهذا لا يوجب الاغتسال لأنه خرج بدون شهوة بدون دفق وإنما خرج نتيجة مرض فعليك أن تذهب للطبيب للعلاج أخذ العلاج لذلك ولكن هذا لا يوجب عليك الاغتسال يوجب عليك الوضو فقط يوجب عليك الاستنجاء والوضو فقط نعم أثابكم الله يقول كثير من الناس يقومون بحجز الأماكن في المسجد الحرام لغيرهم مما يأتي متأخرا فما رأي الشرع في ذلك نريد التوضيح مع التفصيل جزاكم الله خير احتجاز الأماكن احتجاز الأماكن في المسجد الحرام أو غيرهم من المساجد لا يجوز إلا إلا لمن كان في المسجد لمن كان يجلس في المسجد ولكن عرض له حاجة فخرج إما لوضو وإما لقضاء حاجة لا بد منها ثم يعود هذا لا بأس أنه يحجز له مكان لأنه يعتبر جالسا في المسجد ولكنه خرج لعارض ثم يعود قريبا أما الذي يحجز المكان ولا يحضر إلا متأخرا فهذا لا يحق له ذلك حرام عليه أنه يحجز الأماكن في المسجد ويجلسه في بيته ولا في الشارع ولا ويعطل المكان على المسلمين نعم أثابكم الله يقول ما حكم الزكاة الفطر وهل لها وقت محدد وهل يشترط أن تكون طعاما أم يجوز للإخراج القيمة نقودا زكاة الفطر أو صدقة الفطر واجبة على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا تجب على كل مسلم وهي زكاة للبدن زكاة للبدن وتخرج ليلة العيد تخرج ليلة العيد إذا ثبت هلال شوال ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل السلف لفعل لفعل السلف سيجونها قبل العيد بيوم أو يومين ولكن الأفضل إخراجها ليلة العيد وإذا أخرها إلى الخروج لصلاة العيد فهو أفضل وإن أخرجها من أول الليل أو في وسط الليل فهذا وقتها لا بس وهي من الطعام فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام قدرها بالصاع صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط قدرها بالصاع منص على الطعام فلا يجوز إخراج الدراهم بدلها لأن هذا مخالف لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم الدراهم كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أخرجوا دراهم وإنما أمر بإخراج الطعام لأن الناس الهقراء لأن الهقراء بحاجة إلى الطعام في يوم العيد يطبخون يأكلون إذا عطيته دراهم وين يوديه ما يطبخ الدراهم أو يشري بها الأمكن مغلقة ما فيه ما فيه دكاكين يشري يعطيه طعام عشان أنه يطبخ ويأكله هو أولاده نعم أحسن الله إليكم يقول ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز التوسل بالمخلوق إلا باتباع الرسول توسل باتباع الرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عمل صالح لا بأس التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام هذا مبتدع لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل توسلوا بي نعم يقول فضيلة الشيخ مما كثر فيه الكلام بين الشباب وحصل به الخلاف وعمت به البلوى الكلام في الجرح والتأذيل وقال البعض أن من لم يقبله فهو مبتدع وغير سلفي وأنه واجب علينا تتبع زلات الدعاة والعلماء ليحذر منها دفاعا عن السنة وأن الأصل في الدعاة والعلماء أنهم مجروحون حتى تثبت عدالتهم فما رأي سماحتكم في هذا وهن من نصيحة براك الله فيكم هذا كلام باطل هذا كلام باطل يجب أن تنزه مجالس العلم عن مثل هذا كلام هذا اتهام طلبة العلم اتهام العلماء بغير بينة وغير دليل وتشهير بهم هذا أمر لا يجوز إذا كان أحد عنده خطأ من العلماء فالذي يتولى بيان الخطأ هم العلماء تولى بيان الخطأ هم العلماء ويكون الرد بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن أما المهاترات والمشاجرات والانقسامات فهذا أمر لا يجوز ولا يجوز لطلبة المبتدئين وصغار السن والعوام إنهم يشتغلون بهذه الأمور لأنه يحصل من الفساد والتفرقة بين المسلمين الشيء الكثير فالذي يتولى النقد ويتولى الرد على الأخطأ هم أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون كيف يردون وكيف يناقشون وكيف يجادلون ولا يقعون فيما يقع به هؤلاء الشباب وهؤلاء الطلبة المبتدئين من المهاترات وغير ذلك نعم فيرد الأمر إلى أهل العلم هذا يرد إلى أهل العلم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وأولي الأمر هم العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنفطونه منه فيجب أن ترد الأمور إلى العلماء إلى العلماء أهل البصيرة النافذة وأهل الرسوخ بالعلم نعم أثابكم الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعديل حجة معي أو بهذا المعنى والسؤال كيف يعبد من أراد أن ينال هذا الأجر وهو مقيم في مكة لأنه ليس من السنة إذا دخل الإنسان مكة معتمراً أن يعيد العمرة مرة أخرى أعدي السؤال صوتك خافت جداً نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعديل حجة معي يقول كيف يعمل بالأراد أن ينال هذا الأجر وهو مقيم في مكة لأنه ليس من السنة إذا دخل الإنسان مكة معتمراً أن يعيد العمرة اعتمرة أخرى في المسجد الحرام طوافه بالبيت صلاته في المسجد الحرام الواحدة عن مئة ألف صلاة تلاوته للقرآن في المسجد الحرام صلاة النافلة في أوقات النوافل هذا أفضل له من العمرة أفضل أنه يخرج إلى العمرة ثم أيضاً الملاحظ أن هؤلاء الذين يكررون العمرة يضيقون على الناس يضيقون على الناس جداً أكثر اللي يطوفون الآن ويسعون أكثرهم يكررون العمرة يضيقون على الناس لو ما يطوف يسعى إلا القادمون فقط ما حصل هذا الضيق ولا حصل هذه المشقة لو تركوا المطاف والمسعى لغيرهم لحصل على المسلمين السعى والتمكن من أداء المناسك لكن هؤلاء يضيقون الطائفين والساعين لتكرارهم العمرة مرة بعد مرة ومرة بعد مرة وهكذا نعم يقول أتيت من اليمن بعمرة في رمضان وأردت البقاء للحج إما في مكة أو في جدة أتيت من اليمن بعمرة في رمضان وأردت البقاء للحج إما في مكة أو في جدة فهل علي عمرة للحج أم أحج مفرداً إذ جاء الحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فماذا توجه لنا بارك الله فيكم العمرة التي في رمضان أو قبل رمضان هذه لا تدخل في الحج ولا في التمتع لا يكون قارنا أو متمتعا إلا من أحرم بالعمرة والحج في أشهر الحج في أشهر الحج فإذا كنت تريد التمتع أو القران فأحرم بهما في أشهر الحج نعم يقول هل يجوز للمعتكفي أن يشترط على نفسه أن يخرج من المسجد كأن يقول سوف أخرج في يوم كذا إلى مكان كذا ويرجع إلى معتكفيه وهل يصح أن يخرج من المسجد ليحضر دروسا إذا كانت الدروس في خارج المسجد المعتكف لا هو أن يشترط لكن لا يتلفظ يشترط بالنية يشترط بالنية أنه يخرج في يوم كذا أو يخرج لحاجة كذا وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيشترط بقلبه ونيته بدون أنه يتلفظ وله ما شرط له ما شرط له أن يخرج على شرطه وأما الخروج لحضور الدروس في غير المسجد الذي هو معتكف فيه فلا يصلح هذا لأن هذا يفوت عليها الاعتكاف فيبقى في المسجد الذي هو معتكف فيه ولا يخرج للدروس إذا كان يريد دروس فيعتكف في المسجد الذي تقام فيه الدروس يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الدروس علشان يخصل على الفائدتين الاعتكاف وحضور الدروس نعم أثابكم الله يقول ما رأيك في قراءة القرآن جماعة تكراره للتعلم وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيني في شهر رمضان يدارس للقرآن نعم القراءة الجماعية لا تجوز إلا إذا كانت للتعليم فقط المدرس يقرأ الآية ثم يقرأها الطلاب يلقنهم إياها أو يعودهم على القراءة الصحيحة يتابعون إذا كان هذا لأجل التعلم لا بس أما إذا كان لأجل التلاوة هذا بدعة القراءة الجماعية للتلاوة بدعة كل يقرأ لنفسه كل يتلو القرآن لنفسه لا بصوت جماعي وأما مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فمعناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل يعني جبريل هو الذي نزل بالوحي ونزل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يعرض القرآن على جبريل كل رمضان مرة وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين في شهر رمضان نعم هذا معنى المدارسة معنى آهل عرب نعم يقول أصحاب القبول في بلادنا يحتجون بالصلاة في المساجد التي فيها القبور بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي ليس فيه قبر والحمد لله مسجد النبي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه قبر ولم يبنه على قبر ولكن لما توفي صلى الله عليه وسلم دفنوه في بيته خارج المسجد دفنوه في بيته خارج المسجد لماذا دفنوه في بيته خوفا من الشرك قالت عائشة لولا قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى تخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجد فهو دخل في بيته محافظة عليه من أن يجعل عليه مسجد أو يعتقد فيه نجل محافظة عليه وبقي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته خارج المسجد في خلافة الخلفة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والقبر خارج المسجد في خلافة معاوية رضي الله عنه إلى أن جاء وقت الوليد بن عبد الملك حتى في وقت حتى في وقت عبد الملك بن مروان ما كان فيه لم يدخل القبر في المسجد لما تولى الوليد بن عبد الملك أراد أن يبني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يوسعه فأدخل الحجرات في المسجد أدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه ولم يوافقه العلماء على ذلك وإنما هذا الشيء فعله الوليد برأيه بدون مشورة أهل العلم وبدون إقرار أهل العلم لذلك فالقبر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد فاللي يقول أن إن مسجد الرسول في قبر هذا مغالط ولا يعرف التاريخ إما أنه لا يعرف التاريخ وإما أنه مغالط ويريد التلبيس على الناس نعم أثابكم الله يقول كما تعلمون ما يحدث في الحرم من اختراط الرجال والنساء وأيضا تقديم صفوف النساء على الرجال نرجو لا تقرب من السماعة نرجو إعطاء توجهاتكم في ذلك وتشديد النصح في ذلك أعجي السؤال يقول كما تعلمون ما يحدث في الحرم من اختراط الرجال والنساء وأيضا تقديم صفوف النساء على الرجال نرجو إعطاء توجهاتكم في ذلك وتشديد النصح وارك الله فيه يا إخوان مسألة الحرم مسألة ضرورة كثرة الناس وازدحام الناس ما يمكن أن النساء تمنع منعاً باتاً من المرور أو من المقاربة للرجال بسبب الزحام الشديد الإنسان يخاف على نفسه من الزحام شدة الزحام هذه حالة ضرورة ومع هذا المسؤولون جزاهم الله وخيراً يخاولون يخاولون فصل النساء ما استطاعوا في الصلاة يضعوا لهنا ماكن محجوزة للصلاة ويجعلون لهم أبواب خاصة ويجعلون لهم طرقات خاصة فهم يخاولون لكن هناك أشياء لا يمكن الفصل فيها حتى في المطاف وقت السعة يجعلون فاصل بين النساء والرجال ويجعلون ناس قائمين في المطاف لكن إذا اشتد الزحام ما يمكنهم هذا إذا اشتد الزحام ما يمكنهم أنهم يفصلون بين الرجال والنا هذه حالة ضرورة نعم أثابكم الله يقول ما هو الضابط في التعدد مع تقديم نصحكم للنسوة التي يفضلن الطلاق عن التعدد وهل علي شيء إذا أردت أن أعدد الزواج وطلبت زوجتي بأن أوصلها إلى بيتها ففعلت مع العلم أني موفر لها بيت مستقل يقول ما هو الضابط في التعدد مع تقديم نصحكم للنسوة التي التعدد التعدد نعم التعدد مع تقديم نصحكم للنسوة التي يفضلن الطلاق عن التعدد وهل علي شيء إذا أردت أن أعدد الزواج وطلبت مني زوجتي أن أوصلها لبيتها ففعلت مع العلم بأني موفر لها بيت مستقل إذا كنت تستطيع الشرق الذي شرطه الله بالتعدد يجوز لك التعدد قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحد إذا كنت استطيع العدل النفقة والكسوة والمبيت والمسكن توفر لكل واحدة هذه الأمور هذا حق جعله الله لك وليس لأحدنا يمنعك منه لا المرأة ولا غير إذا قمت بهذا الشرط العدل بهذه الأمور الكسوة والمسكن والمبيت والنفقة فعدد ولا أحد يمنعك من هذا أما كون المرأة تكره التعدد هذا شيء طبيعي غير في النساء هذه غير في النساء جعلها الله في النساء وهذا لا يمنع الزوج أنه يتزوج ويعدل بين نسائه ويقيم العدل بينهن وهذا شيء نباحه الله سبحانه وتعالى وفيه مصالح للمسلمين مصالح التعدد للنساء أكثر من مصالحه للرجال لو تأملنا هذا نعم يقول أردنا البقاء إلى الحج مختبئين في مكان ما حتى يأتي وقت الحج فهل حجنا صحيح بهذه الطريقة أم لا أفدونا جزاكم الله خيرا هذا خطأ مسألة مخالفة النظام والتعرض للمسؤولية هذا خطأ منكم خطأ منكم لأنهم قد توقعون عنفسكم في المسؤولية قد توقعون عنفسكم في المسؤولية وربما يقبض عليكم ويحصل شيء من التأذيب أو من الشيء الذي يحول بينكم وبين المناسك أو من السجن أو إلى ذلك فلا أنصح لكم بهذه الطريقة أنا ما أنصح بالاحتيال ومخالفة النظام الذي يقول لمصلحة المسلمين تمشون على النظام لكن لو أخطأتم واحتلتم هذه الحيلة وحجيتم أديتم المناسك الحج صحيح إن شاء الله الحج صحيح لكن أنتم أخطأتم في مخالفة النظام تعريض أنفسكم للمسؤولية نعم أثابكم الله يقول وجدنا في بعض فتاويكم المطبوعة جواز التسمية بعبد الناصر مع أن الناصر ليس من أسماء الله فهل معنى هذا جواز التعبيد لغير الأسماء الثابتة مثل الجليل والمقصود والحياب ما أذكر هذا الفتوى الذي ذكرها السائل أنا لا لا أذكرها الآن فإن كان متأكدا يأتينا بنص الفتوى أشنسوه نعم يقول هل ورد نهي أن يتجشأ الإنسان أمام الناس نعم لا يجوز الإنسان أن يتجشأ أمام الناس لأنه يشق عليهم برائحة المعدة والرائحة المتصاعدة من المعدة فعليه إذا جاءه التجش أن يكظم يكظمه ما استطاع فإن لم يستطع يضع يده على فمه حتى لا يذهب نفسه وجشاؤه إلى مجالسيه ومن حوله هذا من الآداب الشرعية نعم أثابكم الله يقول هل الأذان الأول في صلاة الجمعة من السنة نعم الأذان الأول يوم الجمعة سنة من سنة الخلفاء الراشدين لأن الذي أمر به هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس واشتغلوا بالبيع والشرى والزراعة احتاجوا إلى التنبيه إلى قرب وقت صلاة الجمعة لأجل أن يتهيأ ويترك أشغالهم ويتهيأ لصلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعد وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين فالأذان الأول سنة وأجمع المسلمون عليه من عهد عثمان إلى وقتنا هذا نعم يقول من مات على عقيدة عباد القبور وكان جاهلا هل يستغفر له ويدعى له أم لا من مات على الشرك لا يستغفر له والجهل زال الجهل ولله الحمد بدعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن وبالسنة النبوية التي انتشرت بين الناس في المشارق والمغارب فليقول الجهل ما هنا جهل الآن من بلغته من بلغه القرآن وبلغته الأحاديث كلام أهل العلم أنا غير جاهل لكنه لا يبالي يريد التقليد الأعلى